النهاردة المنتخب اتغلب من كوريا اتغلب اربعة واحد وكأن المصائب لا تأتي فراطة مصيبة جديدة بتسقط على رؤوس كل من يحب كرة القدم في مصر ومن يشجع منتخب بلاده والسبب في هذا الفشل هو اتحاد كرة فاشل اتحاد كرة يجب انه هو يضع مصلحة البلد فوق المناصب ومصلحه يستقيل انا مش بابتز هؤلاء بقول لهم فشلتم والفشل كان مؤلم لنا هزيمة من اثيوبيا في تصفيات امم افريقيا وهزيمة من كوريا واداء باهت مالوش طعم مالوش لون خلت الناس تبات حزينة محبطة من كل الله من كل الله من كل الله اتحاد كرة قائمين على اللعبة قائمين على الرياضة اللعبة نفسها يا جماعة زي ما قاله دكتور عمال عمارة هو اللعبة فين صحيح هو اللعبة فين انا قبل كده كتبت بوست قلت يا جماعة حرم عليكم مصر هانت عليكم للدرجات دي هي هانت عليكم للدرجات دي مفيش نخوة مفيش رجولة مفيش لعب مفيش اداء مفيش حركة مفيش حماس يا اخي دا الواحد هقولي بس هقولي وبعدين يا جماعة انتم بتاخدوا شوية بتاخدوا في القئيس مدرب امكانياته محدودة او حظه محدود او فرصه محدودة هبجلا طبعا هو يعني مش عزقسه اكتر من كده خلاص يعني هو فيه ما فيه ولعبها كلهم بيستحقوا كلهم يعني فعلا مش عايز اقوليه والتحاد الكرة طبعا سمعت انا الراجل رئيس الاتحاد الكرة الحالي والسابق وهم بتكلموا مع بعض الاتنين مع السيد احمد موسى جمال علام والتاني احمد احمد مجد يا جماعة اللعبة دي محتاجة كلها كده على بعض اللعبة دي كلها محتاجة على بعض محتاجة انسف حمامك القديم وابدأ كده بنضافة احنا ما عندناش مشكلة شايفين طريق شاوة عامل ايه في التربية والتعليم اعمل من اول وجديد والنتاج جديد بعد 16 سنة كله عمل يشتم في طريق شاوة كله عمل يشتم فيه ماشي هو صابر بس هتشوفوا النتائج بعد النهاردة احنا خمس سنين بعد عشر سنين بعد عشر سنين شوفوا النتائج انا بقول الكرة محتاجة نفس القصة مشروع خومي كده لنفس بداية من جديد من اول الناشئين واختيارهم واختيار المدربين والملاعب والاندية وانا اظن الدكتور اشرف صبحي خد بالك بس رجل متخصص واكاديمي وفاهم واعتقد انه لازم ياخد الخطوة دي دلوقتي انا اوان نسف حمامنا القديم الرياضي لان الرياضة كرة القدم حالها لا يصر لا عدو لا حبيتقول لي انت بتنسى كله واحنا وصلنا وعملنا وغيره هيك انت موجود عشان تكسب انت موجود مش عشان تخسر انت موجود عشان تقدي كويس من 100 مليون كل الشعب المصري بيحب كور ليه تطلع لفريق يحرق دمي ليه تطلع لفريق يبيتنا متنكدين ليه تطلع لفريق يخلي الدولة الناس الشعب كله زحلان وبعدين يقول لي طب انا ازعلان انا كمان طب انا انت لست ازعل استقيل يا اخي يا اخي استقيل الله هو اكبر استقيل سيب لي غيرك سيب لي فرصة لغيرك